البعض وصف اعتذار الدكتور أسامة الغزالة حرب انه يعتذر عما فات لانه لم يعد له وجود التطبيع انتهى الى غير رجعة وقوبن هاجم من قبرت وقسله لم يعد لها محل من الاعراب وكل المحفزات التطبيعية حتى جماعات السلام الاسرائيلية تراجعت بشدة امام سطوة اليمين وبين غفير وسومريتش والحخامات وان الارض الاسرائيلية اصبحت مالحة لا ينبت فيها زرعا اعتذار الدكتور أسامة الغزالة حرب للأكويس هو ما كانش اعتذار لللي رفضوا التطبيع وما كانش اعتذار قدام اللي انتقدوها جموه هنا لكن يعني هو هوجم في نقابة الصحفيين وكان محاول للتحقيق وانحنا عارفين كل التفاصيل ده هو كان اعتذاره الاهلي غزة واهلي فلسطين اللي هو شايفهم بيت قدر الاعتذار موجه لدول والاعتذار انه هو احسن النية وتصور ان الاسرائيليين ممكن يعملوا سلام فهو ده كان اعتذاره هو بيعتذر لأهلي غزة واهلي فلسطين والاطفال والنساء اللي هم اللي احنا شايفين المشاهد على الهوى يعني مشاهد فضيعة مروعة طبعا مشاهد لا انسانية بالمرة يعني كل مشهد يعني ده بتعيدنا الى الحرب العالمية التانية الحقيقة يعني صحيح اه يعني مشاهد فهو ده كان اعتذاره يعني اما الاعتذار الانتقادات اللي وجهت اليه هنا هو كرجل في العمل العام متعود على ده او متوقع ده يعني ده جزء في اعتذاره للدكتور اسامة الحقيق اطلاف 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 اطلاف